حولت الحكومة الأمريكية قيمة المنحة النقدية البالغة 470 مليون دولار إلى الأردن لحساب الخزينة العامة كدعم مباشر للموازنة البنك المركزي الأردني في تصريح صحفي على لسان مصدر المسؤول قال إن قيمة إجمالي المبالغ التي تلقتها المملكة خلال الشهر الأخير من العام الحالي بما فيها المنحة الأمريكية تصل إلى نحو 977 مليون دولار ستعزز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية في حين قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والسفارة الأمريكية في عمان في بيان مشترك إن منحة نقدية بقيمة 470 مليون دولار ستدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية للأردن كما ستوفر دعما مباشرا للموازنة في عدد من القطاعات مثل المياه والري والتعليم والصحة والطاقة والعدالة ليصل إجمالي المساعدات الأمريكية للأردن في 2016 ما حجمه 812 مليون دولار أمريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فخوري قال إن الدعم الأمريكي يساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية في حين أكدت السفير الأمريكية في عمان أليس ويلز بأن هذا المستوى والحجم غير المسبوق والتاريخي من المساعدات يعكس الالتزام الحقيقي والعميق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية نحو الأردن أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن الاحتياطات الأجنبية تسجل تراجعا منذ بداية العام الحالي مقارنة بالمستوى الذي سجله في نهاية العام الماضي نتيجة الأوضاع في المنطقة التي أدت إلى تراجع سياحة وأظهرت أحدث البيانات الأجمالية لاحتياطات من العملات الأجنبية بلغ في نهاية العام 2015 مستوى 14 مليار ومائة وثلاثة وخمسين مليون دولار وأنه انخفض بنسبة 10% تقريبا مقارنة بالمستوى الذي سجله في نهاية شهر 22 الماضي حيث بلغ 12 مليار وسبعمائة وثمانية ملايين دولار وفي تتبع لحجم احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية فقد سجل في الشهر الأول من هذا العام مستوى 14 مليار وواحدا وسبعين مليون دولار ثم انخفض في شهر شباط إلى 13 مليار وثمانمائة مليون دولار ليواصل انخفاضه في شهري آذار ونيسان عند مستوى 13 مليار واربعمائة مليون دولار وفي أيار سجل مستوى 13 مليار ومائة مليون دولار لينخفض في شهر حزيران إلى مستوى 12 مليار وسبعمائة وواحد وخمسين مليون دولار ليسجل ارتفاعا وانخفاضا بشكل محدود في باقي أشهر السنة ليصل إلى مستوى 12 مليار وسبعمائة وثمانية مليون دولار في نهاية تشرين الثاني الماضي قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري إن الأردن الذي كان خامس أفقر دولة بالمياه عالميا وأصبح ثاني أفقر دولة بسبب اللجوء السوري الذي رفع حجم الطلب على المياه بنسبة 20% وحمل الوزير خلال كلمته في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأوضاع السياسية في المنطقة ومسؤولية ارتفاع المديونية وعز الموازنة في الأردن ونشد الوزير المجتمع الدولي والدول المانحة الاستمرار بتقديم الدعم اللازم للموازنة ولخطط الاستجابة الوطنية وتقديم التمويل الميسر على الرغم من تصنيف الأردن كدولة متوسطة الدخل في ضوء التأثر بالصراعات المجاورة لمساعدة المملكة على مواجهة الأعباء قدم المجتمع الدولي التزاما ماليا غير مسبوقا بمبلغ 75 مليار دولار للمؤسسة الدولية للتنمية صندوق البنك الدولي لإنهاء الفقر المدقع في البلدان الأشد فقرا على مستوى العالم وقال البنك الدولي في بيان صحفي إن اتلافا يضم أكثر من 60 من الحكومات المانحة اتفقت على تعزيز جهود مكافحة الفقر المدقع عبر حجد الموارد التمويلية من القطاع الخاص لتحقيق تحول في مصار التنمية في أشد بلدان العالم فقرا رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم قال إن هذا التمويل سيمكن المؤسسة خلال السنوات الثلاث القادمة من اتخاذ إجراءات سريعة للتصدي لأوضاع الصراع والهشاشة والعنف وتشريد القصري وتغيير المناخ وعدم المساواة بين الجنسين وتجيع الحوكمة وبناء المؤسسات وخلق الوظائف والتحول الاقتصادي وافق بنك دوتش الألماني على دفع أكثر من 40 مليون دولار لتسوية اتهامات بتقديم معلومات مضللة للعملاء وقالت جهات تطبيط تنظيمية في الولايات المتحدة إن وحدة تابعة للبنك الألماني أقرت بأنها ضللت مستثمرين وخرقت قوانين تنظم سوق الأوراق المالية وستدفع 37 مليون دولار لتسوية اتهامات من الجهات التنظيمية الاتحادية في الولايات المتحدة والجهات المماثلة في نيويورك إضافة إلى 3 مليون و250 ألف دولار أيضا لهيئة تنظيم الصناعة المالية شهدت فانزويلا عمليات نهب لشاحنات النقل السلاع ومواجهات بين الشرطة والمواطنين بعدما أدت خطة لطرح أوراق نقدية جديدة للتداول إلى نقص السيولة مما أدى إلى تطوير جديد للأزمة الاقتصادية التي يشهدها هذا البلد وتحاول الحكومة التي تواجه تضخما أدى إلى انخفاض قيمة العملة بشكل كبير طرح عملة ورقية كبيرة قيمتها أكبر بمائتي مرة من العملة السابقة لكن الخطة خرجت عن مسارها عندما آمر الرئيس نيكولاس بحسب القطع النقدية بقيمة مائة بوليفار من التداول قبل وصول العملة الجديدة وتشهد بلاد احتجاجات بينما أدى الإصلاح إلى حرمان الناس من المال لشراء مواد غذائية أو هدايا عيد الميلاد ترجمة نانسي قنع